اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفية حل مشكلة ولا مرة أخرى لاحقا على تطبيقك الخاص تيك توك ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بالتغطير الدفع والإعدادات هنا يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا سوف تقوم بالنزول لأسفل تضغط على التطبيقات نعطي إلى نافذة تطبيقات الخاص بك في هذه القائمة بعدها سوف تقوم بالنزول لأسفل هنا للبحث عن تطبيق تيك توك سوف تقوم بالضغط على تيك توك نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق تضغط على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعدها نقوم بالنزول تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين تضغط على مسر التخزين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بالذهاب لمدشر جوجل سوف تقوم بالبحث عن تطبيق تيك توك ثم سوف تجد هناك التحديد تضغط عليه ليتم تحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك